صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر في فقرة خاصة يمكن فقرة بتتكلم على خطر خطر يعني يمكن بيستهدف تحديدا شبابنا كلنا عارفين مخاطر واضرار التدخين سواء على صحة المدخنين او على صحة باقي افراد الاسرة اللي بيعانوا من حتى ولو التدخين السلبي علشان كده تم اطلاق مبادرة رئة وردية المبادرة دي هدفها حماية الشباب من التدخين ومنتجات التبغة وخاصة التبغة المسخن او السجائر الالكترونية صحيح يا احمد يمكن انتشرت في الفترة الاخيرة السجائر الالكترونية ويعني تعتبر حيان هذه السجارنها ازمة كبيرة لانها بقت منتشر زي ما قلت لحضراتكم بين عدد كبير من الشباب مخاطرها كمان زي السجائر العادية يمكن اكتر بعض الدراسات بتقول انه اكتر او البعض يتوقع انها ممكن تكون اكتر لان دراستها لسه ما اكتملتش وهي طلعت من وقت قليل فهد فيه توقعات انه ممكن يكون اضرارها اكبر من السجائر العادية طبعا التدخين بشكل عام يتسبب في امراض كتير جدا زي امراض القلب الاوعيات الدموية انسداد الرئة والجهاز التنفسي ولا يدف بالله يعني خليها في تفاصيل اكتر على اي حال من دفنا الدكتور وائل صفة رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ والمشرف على عيادات الاقلاع عن التدخين بالمعهد القومي للاورم سبا خير على حديك دكتور نوارنا في سبا خيري مصر وكل سنة وحضرتك طيب وبنسبة طبعا حلول شهر رمضان المعظم ومع ان احنا تدخين على رمضان فاعتقد يعني انها فرصة انه الناس تحاول انها تقلع عن التدخين يا احمد ده حاجة جمانة يمكن فرصة ذهبية فرصة جاينا كده منحة من عند ربنا صايمين ساعات كتير قوي مفيش سجير وفيش تدخين سلبي حتى فازاي نقدر اللي احنا نستغل هذا الفرصة تحديدا مع وجود شهر رمضان الكريم ووجود مبادرة رئة ورده سبا خير على حضرتك وعلى كل السيدة المشاهدين وطبعا مبسوط بالمقدمة الجميلة اللي اشارتوا ليها لموضوع الفيب والحاجات المتابغ المسخن والكلام ده انه بقى منتشر وزينا حياتك كده بتقول احنا ايام وحيبقى رمضان فاللي بيقرر النهاردة ان هو ان شاء الله يبطل تدخين حيقلل لحد يوم واحد رمضان وفرصة بقى ان 16 ساعة ولا 14 ساعة مفيش سموم دخل جسمه بالذات النيكوتين فممكن يكمل التمن ساعات التانيين بحاجات احنا بنوجه لها كأطباء ممكن ادوية ممكن اغزية معينة بتساعد على ما يبقاش فيه اعراض تعافي انا بسميها تعافي مش انسحاب من النيكوتين بالاضافة زينا حياتك بتقول كده حتى اللي مش صايم ما بيدخنش قدام المدخن ففرصة ان انا مش شايف ومعنديش الحافز ومش مشدود لان انا عايز اشرب سجارة وبالتأكيد كمان الجزء الروحاني بقى اللي في رمضان مهم جدا انا زي ما كنا بنقول قبل ما اطلع هوا انا كنت مدخن وبطلت بقالي دلوقتي 23 سنة كان المرة اللي انا بطلت فيها اللي هي بقالها 23 سنة ده كان في رمضان بداية رمضان اصلا بالزبط قررت ان انا بطل فالبداية كانت في رمضان وكملت الحمد لله رمضان ده يبقى العام الرابع والعشرين ده كعام هجري يعني ففرصة هايلة جدا الترويح والسواك والارتباط بربنا بيساعد كثيرا جدا وبنتكلم على التبغ بكل انواعه سجاير شيشة فيب التبغ المسخم مش عايز اقول اسمه طبعا عشان هي مركة مش نوع فيه اكتر من شركة ولكن يعني بشكل عام في مثل موار اويا فطبعا كل الانواع فطبعا كل ل訓 remind tweetedة الاسماء والضرر واحد في النهاية بالزبط وعلى فكرة برضه ليمن في كل لقاء تليفزيوني او في الندوات يقوللي طب ايه احسن من ايه ماا يعني لو قارنة من الحاجات بقولوا مافيش عجاه اسمها مقارنة ده فيه فحم على جلسرين على على عنئك حلقتين There's another question i will dog التبغي المسخن فيه جهاز بيسخن التبغي نفسه بروساسد يعني معالج محطوط عليه حتى من أيام كده جبنا النوعين للسجارة العادية والتبغي المسخن ده لونوبونيوم معمول بتقطع بروساسد يعني صحيح وعليه المعدن ده اللي هو بيسخن المادة دي فطبعا فيه جليسرين ده خطر أكبر بالزبط يعني أنا 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 شايف من وجهة نظري أنه هو أكثر ضررا من فكرة السجارة العادية يعني أعتقد أنا عارف حيك مش هترضى حتى تقولي الفاني بس أنا شايف حتى السجارة في شكلها التقليدي ممكن تكون أقل خطورة من فكرة التكنولوجيا اللي أنا باخد حاجة عليها جليسرين أو حاجة مسخنة فيها معدن بيتسخن طبعا بس أنا زي ما بقول كده عشان أقارن حاجة بحاجة أبل بأورنج لازم حاجتين شبه بعض إنما كل واحد فيهم في حاجات مختلفة الفيب مشكلته الرهيبة طبعا إنه هو عليه غير مقنن يعني إحنا بنونادي بتقنين ومش بنقول الناس ما من بيعوش ومن أخدوش لازم بيعو مقنن معروف لما حط الفراولة على التوباكو على كذا اللي هم الجوس اللي بيخطوه ده ولي يطلع إيه أو يعني كمية لازم تكون قد إيه لأن اللي بيعملوه 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 في أماكن تحت السلم زي ما بنقول بيبعوه علنا بس منتش فاهم ده على ده يقدير إيه والمشكلة بقى إن الشباب بيشتروا الشكل العلبة مع النكهات اللي موجودة مع الكمية الدخان اللي طلعة بتخليهم مقبلين عليه ما يعرفوش إن الجليسرين واللي هو بيقول عليه جليسرين نباتي وطبعا لما بكلم نسولي ده ده نباتي يعني حاجة بقى يعني مغزية يعني سواء الزيت في الآخر وحاجة زي الزيت كده برضو في الآخر يعني بتاهم الحاجة اسمها رئة الفشار مش عند كل الناس آه بيحصل فترة الأولانية الشخص بيحس إن هو أحسن وعلى فكرة برضو ده نفس القصة في التبغي المسكن بيحس الله أنه نفسي بقى أحسن والرئة بقت أفضل لأن طبعا مفيش أطران بنفس الكمية ومفيش أول فكرة الكربون اللي هي المادة اللي بتيجي نتيجة الحرق بتاع السجاير أو الشيشة فالشخص بيحس إنه هو أفضل بس على اللونجران في حاجات رهيبة بقينا بنشوفها يعني أمراض بجد ما كناش بنشوفها في السجاير وفي الشيشة صحيح فعشان كده ما فيش مقارنة ما بين التبغي المسكن الفيب الشيشة كل واحدة مختلفة واستجابة الجسم يعني في واحد ممكن يعيش ستين سنة بيدخن وميحصلوش حاجة بس في واحد تاني من أول نفسين من أول أسبوعين من أول شهر هتجيلوا جلطة في القلب لأننا عندي استعداد جسمي ضعيف عندي رأتي فيها مشكلة فكل واحد لي حالته الخاصة فمحدش يقول الصنع عمي الصنع خالي وفي ناس على فكرة كانت مدخنة سجاير عادية جدا جربت السجاير المسخنة أو تبغي المسخنة زي ما حضرتك قلت تعبت جدا جدا ما قدرتش إن هي تتعامل معها بعد كده زي ما حضرتك بتتكلم إن هي بتختلف بس هرجع لقرارك برضو حضرتك قلت أنا خدت قرار فجأة إن أنا وقف فيه أسطورة أخرى بتقول إنه ما ينفعش تبطل مرة واحدة لازم تبطل تدريجياً واحدة واحدة يعني بتشرب مثلاً علبة في اليوم ده طبعاً كبير جداً بس مثلاً علبة فتبقى نص علبة تدريجياً واستغل بقى إن كان شهر رمضان أو أيام مدينة فكرة تسحب السموم من الجسم جميل عدت مع إيه هو هي مش أسطورة الأول هي فعلاً في طريقتين للتبطيل الناس اللي بقالها فترة طويلة بتدخن لما ييجي يبطل حيبقى وبيدخن طبعاً أنت بتقولي لي علبة هنا فيه ناس بتاخد ثلاثة واربعة علبة يعني فيه مصائب يعني وعشر تحجرة وحاجات كده يعني فلما هي يبطل هيحصل له أعراض انسحاب أنا بسميها أعراض تعافي يعني الواحد اللي بيعمل عملية الزايدة بيفضل برضو عنده وجع بعدما يعمل الزايدة وبيجيله أوجع مختلفة ومش قادر يخش الحمام يعني فيه حاجات فدي بتبقى مش عشان الزايدة الزايدة خلاص تتشارت نفس القصة في القصة بتاعة التعافي فلازم لوحد ساعتها الشخص اللي هو بقاله فترة طويلة بيدخن كتير يبطل على مدار أسبوع أسبوعين ما يبقاش مرة واحدة لأن لو مرة واحدة نفسياً حتى مش هيبقى مستوعب الموضوع إنما الشخص اللي بقاله فترة أقل من عشر سنين إحنا يعني ده كده إحصائياً يعني مش بقول رقم يعني فيه ناس بقالها عشرين سنة ممكن يبطل مرة واحدة يعني وبيدخن كمية بسيطة أقل من عشرين سجارة ده الأفضل أن هو يبطل مرة واحدة وياخد كده زي ما نحن ننزل الميا كده والدنيا برد هي مرة واحدة أول غطس كده هيبقى صعب مش مزبوط وطبعاً فيه أدوية دلوقتي وفيه حاجات بتساعد وأجهزة والجميل أول اللفظ اللي انت قلتوه سحب السموم من الجسم وده هيكليني أرجع لحاجة مهمة قوي وده تحذير للناس اللي لم تأخذ القرار بعد حلقة النهاردة النهاردة كام؟ نهار 20 مارس إنه هو أول سجارة بعد الفطار دي أو أول بقى نفس فيب أو أول نفس شيشة مرعب إلى أقصى درجة لأن بعد السموم من سحبت تماماً الشخص بيروح يقول له تمرأة يشرب له شربة مش هاد فيه يروح يشرب سجارة وجسمه لسه ناشف لم يرتوي العروب فالدورة الدموية بتبقى مهيئة قوي إنه تحصل جلطات أنا بأخذ حاجة فيها أول سيد كربون والقابض للأوعية الدموية للنيكوتين وجسمي لسه مرتواش بالمية وما فيش الدورة الدموية متحسنتش وعلى فكرة كل المدخنين حيبقوا أخدين بالهم من القصة دي إنه هو أول سجارة أو أول نفس شيشة بعد 14 أو 15 ساعة بتحصل له زي عدم خوازن ودوخة يقول لك دوخة تخسلي من دوخة أنا مبطل بعد كده طبعاً السم شغال بقى فقط بيأخذ على السم حضرتك ذكرت حاجة أنا شايفة من وجهة نظري هي الأكثر خطورة في بعض يقول لك أنا وقفت سجارة الحمد لله لكني بشيش يعني أنا أصل السجارة في إيدي على طول فخليني أحرق منك لكن الشيشة لما بعض على قهوة ولا حاجة فبالنسبة لي مش في المتناول دايماً فأنا كده بحمي نفسي بدل ما كنت بشرب على البيتين ثلاثة بقيت أخذ حجرين ثلاثة طبعاً كل مدخن عنده مبرراته الخاصة بيه إنه أني جات على السجاير ما فيه حاجات مش عارف إيه وفيه قريبي فلان عمره مدخن ومات بكذا طبعاً جلسة شيشة احنا بنسميها كده جلسة شيشة لمدة ساعة طبعاً بكل أنواعها بقى يعني أنا قاعد بشرب شيشة أربعة تحجرة من اللي هو المعسل أي أن كان اسمه مش عايزين نعمل لهم إعلان يعني أو التفاحات والحاجات اللي هي الفواكه بتساوي من أربعين لمدة سجارة 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 الوحدة أنا باخد ساعة واحد إيه ده الحجر الواحد لا 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 الساعة أنا قاعد بخيش لمدة ساعة خدت عدد أنفاس أنواع مختلفة طبعاً فيه اختلاف في المحتوى بتاع المعسل ده ملاس وحاجة زي العسل اسود أو منتجات العسل اسود على تبغى والحجر صغير شوية بس عشان كده بيخلص بسرعة التاني بيبقى طبع عليه يعني هو بطل سجارة في حيات الأمر لكنه راح لانتحار بالضبط ومرة حاخدها في اليوم بعد شوية هتبقى عادة وابقى عادة عقودها الصبح وبالليل وفي المرة دي هو خد تقريباً من 40 لمدة سجارة فكأنه شرب علبتين في الجلسة دي اللي هو بيقولك أنا ما براه أخدهاش معي في كل وقت لا فيه ناس بتبقى الاتنين عادي بتشرب سجار بس لما تقعد في بكات تشرب شهر أنا والله أعرف تلاتة أو الأربعة يعني فيه ناس أغلب يعني في مرة واحد صاحبي من أهواجي فبيقوله طب يعني هو بيطلب الشيشة الشيشة ومعها سجارة بيقوله يا فنم هم اللي اتنين مع بعض ما بينفعوش ودي أخطر حاجة يعني أنا شفنا الناس اللي بتفيب أنا بقول بتعبيراتهم يعني بتشرب فيب ومعها سجار الفيب فيه جليسرين وفيه جلايكول بيخلي أي حاجة دخلة بتلزق أكتر أو بتخش أكتر بيساعد على زوابان أي حاجة فلما بنقيس مادة زي مثلا أول بشدة الكربون اللي موجودة في السجار فيه عندي جهاز كده بيقسها بشوف أن المدخن بتبقى لقم بتاعه وطلق له عشرين المفيب مع التدخين بتبقى أربعين المفيب مع الشيشة بتبقى ستين لأن فيه فحم فيه فايل بتتلف فيه الحاجة وبتتحرق أو بتتسخن دلوقتي يعني طلعين بقى بزكاة إن هو بيخلي الفحمية فوق والفايل تحت بيحطوا حاجة كده ما بينهم أكيد أحسن أه بس ستيل أنا بشرب خشم محروق يعني بدخن خشم محروق سواء بقى بتعام البيناكولادا ولا بتعام العالم كله العالم كله بيبقى العالم كله بيبقى عن فكرة الوقود اللي هو الخاص بيقى الفحم تحديداً عشان أضراره على المناخ ما بالك أضراره على صحتي أنا مش متخيل هو طبعاً في قرآن كمان عندهم الأوالح الأوالح اللي هي دورة النشفة هي برضو فحم هي خشم محروق فبحرق ده وبدخنه على سدري ومعه شوية جريسرين على شوية حاجات بقى إضافات اللي هي النكهات المختلفة اللي إحنا شايفينها كول ولذيذة وروشة وقعد أتفرج على مطش محمد صلاح وباكل ساندويتش ما عرفش إيه يعني الأعادات والحاجات دي في الكافيهات أو حتى في المقاهي وبنلعب بقى مع بعض طاولة يعني الموضوع سوشيال والمشكلة الرهيبة إنه بقى عند ستات يعني لنا أحد الزميلات في أحد الأماكن يعني بتقول إن أنا بياخدوا مواعيد مع بعض أنت بتروح تشايشي فين يعني ده إيه الأساسي بتاعهم ديئة الخروج ولما تقوله ما بياخدشيش معقول ما بياخدشيش طب إزاي؟ تراجعية آه ده راجعية بس تتكين أخيرا للأسف لأنه إحنا خلاص وقتنا خلص مبادرة راقة وردية بتقدم إيه وإيه الحلول للإقلاع عن التدخين ألف شكرا طبعا الندوة مبارك كان فيها أكتر من حد الأستاذ نور خطاب المناسبة برلمانيين طريق دسوئي حيابي لتدخين جامعيات كتيرة غرضنا إن إحنا نوعي من خلال السوشيال ميديا وهتبقى فيه أنشطة في أماكن محرومة في بعض الأماكن زي عزبة خير الله والمرج وهيبقى فيه أماكن كبيرة ونوادي وجامعات وينبرك كذا جامعة سهتف الشباب هنبقى بنختار كلمة رئة وردية عشان إحنا اكتشفنا إن إحنا بقالنا سنين عمالين نحذر ونجيب نحط السرصار على العلبة ونحط الفار مش جايبة نتيجة إحنا بنتكلم دلوقتي حياتك هتبقى أحسن وبنكلم الشاب بالتحديد لأنه دي المصيبة الكبيرة اللي ما بينهم هيبقى معنا علماء هيبقى معنا دعاية بيتدربوا معنا الناس من الكنيسة هنصل لكل مكان إن شاء الله مش هنسكت أنا كنت حتى كاتب بوست كده مش هنبطل مكافحة إلا مع آخر نفس لنا إحنا علشان خاطر إحنا بندعو إلى الحياة وندعو إلى الخير فنتمنى يا رب الشباب ونتمنى حلقة بتاعت حضراتكو وكلامكو الجميل والحاسسه بطالع من قلبكو كده يصل إلى الجميع وكل شخص في مصر ويا رب الرئيس يكون برضو يعني بيسمعنا ويتبنى هو طبعا بيدعو عمره ما بيروح مكان إلا ما بينادي إن الشباب ما يدخنوش والمتحدة تبقى معنا يعني عايزين شغل كتير إحنا البرلمان معنا شؤوسات الشباب ورياضة هتعمل حاجة جميلة قريبا كلها في اتجاه الجمهورية الجديدة اللي مكتوبة فوق دلوقتي على في الشاشة دلوقتي إحنا رايحين للجمهورية جديدة يعني إحنا كمان مع حضرتك زي ما كنتكلم والحقيقة إنه فعلا التسخين يعني قافة وعادة سلبية جدا جدا ما فيش حد مدخن مش عارف كويس أو إنه هو نفسه بيتعب عارف كويس أو إنه ما قدرش يطلع السلم بشكل كويس عارف كويس أو إنه مع أي مجهود بيتعب جدا إحنا عارفين الكلام ده كله كويس جدا مش محتاجين إنه إحنا نتكلم عنه ونبقى عارفين إنه المدخن ده سبب التدخين صحيح فليه وحنساعد الناس إحنا على فكرة من ضمن الحاجات حنساعد الناس إنها تبطل نفسيا لأن القصة فيها حتة نفسية طبعا هي عادة كمان أول موضوع هو قرار أنت سيد قرارك زي ما كنا بناخد زمان في المدرسة الدرس اللي كلنا تربينا عليه أنت سيد قرارك مش فكرة تبطيل بشكل جزئي تبطيل بشكل تام لكن أنا شايف أنت لو عاوز تبطل وعارف أن أنت واقع تحت طائلة سموم بتدمر جسمك دون أن تعلم أو دون أن تدري أو تحس بذلك فأنت سيد قرارك في الفعل اللي تفعله إحنا قدام مبادرة رائعة مبادرة رئة وردية هي رئة بتدعو للحياة بتدعو للخير بتدعو للحياة اللي بيفتقدها الإنسان بسبب انشغاله بقاعدة الأهاوي اللي حضرتك بتقول أنا عادي أقول بس إن فعلا إن الشخص لازم يبطل بقراته وبقراره زي ما حياتك بتقول كده قبل ما يبطل غصبا عنه في العناية المركزة أو بعد ما يحصل ده خير ختام يعني الكلام اللي حياتي قلته ده هو خلاص ده اللي نبروزه في الفقرة دي كلها وفعلا القرار هو اللي بيكون يعني فيصل في هذه الأمور بنشكرك الدكتور والصفة رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ والمشرف على عيادات الإقلاع عن التدخين بالمعهد القومي للأوراوم كل سنوحيك طيب نشكرك شكرا